متى كانت البداية الحقيقية لحسن جيتو هيروشي في لعب كرة القدم؟ خلونا اليوم نتحدث عن جزء الثاني إذن ومتى كانت أول ظهور لحسن جيتو هيروشي؟ في البداية هو كان يلعب كرة القدم ولكنه لم يبالي أبداً كل همه كان القوة والقتال فقط وأن يكون الأقوى إلى أن سامر سانو أخبره أن هناك لعب قوي جداً لا أحد يستطيع هزيمته وهو أنه وزر سباسة الكابتن ماجد لا أحد يستطيع أن يفوز عليه إذن من هنا تحمس جيتو هيروشي حسن وقال أنه سوف يهتم في كرة القدم أكثر هنا وهنا كانت بدايته الحقيقية بالفعل ودخل ولعب كرة القدم إذن متى كان أول ظهور لجيتو هيروشي حسن؟ كان أول ظهور له في مباراة أوتومو ضد نادي نانكسكا في المباراة النهائية المؤسسة إذن هذا كان أول ظهور لجيتو هيروشي إذن من الحماس الزائد الذي كان لدى جيتو هيروشي حسن قرر أن يأتي إلى نانكسكا ويشاهد أزر سباسة بنفسه الخصم الذي يريد أن يهجمه إذن هذا كان مقطع بسيط عن جيتو هيروشي حسن إذا أعجبكم المقطع لا تنسونا اللايك والنشر والاشتراك في القناة الكرة هي صديقا لي في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة